اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بالعناوين ارتفاع ضحايا تفجيرين الانتحاريين في عدن الى 41 قتيلا اكثر من 60 جريحا السناف الجلسات العامة في المشاورات رئيس الحكومة يقول ان الميليشيا لم تقدم التزاما واضحا بالمرجعيات وزير الثروة السماكية يقول ان سبع سفن ايرانية تتوغل في المياه اليمنية منذ عام اهلا بكم افادت مصادر طبية لقناة بلقيس ان عدد ضحايا تفجيرين الانتحاريين في عدن ارتفع الى 41 قتيلا واكثر من 60 جريحا قالت مصادر محلية ان التفجير الاول سببه انتحاري يحمل حزاما ناسفا استهدف تجمعا لمجندين قرب منزل قائد عسكري في حي الانشاءات بمديرية خورمكسر كما انفجرت عبوة الناسفة امام بوابة مقر دوا 39 مدرع في المديرية ذاتها ما تسبب بسقوط ضحايا وجه مستشفى الجمهورية في عدن نداء استغاثة للتبرع بالدم وذلك عقب استقباله عشرات الجرحى نتيجة التفجيرين الانتحاريين قال مدير الطوارئ في المستشفى الدكتور جمال عبد الشكور ان المستشفى استقبل 36 جثة لضحايا التفجيرين ونحو 60 جريحا حالة عدد منهم حرجة واضح المسؤول في المستشفى ان الجرحى ادخل غرف العمليات وان اصابتهم متنوعة الى ذلك تبنى تنظيم ما يسمى بتنظيم الدولة العمليتين الارهابيتين في عدن شهدت عدن ومحافظات اخرى خلال الاسابيع والاشهر الماضية عشرات العمليات الارهابية المشابهة تفاصيل في سياق التقرير التاري المدينة التي نامت على احتجاجات ومطالبات بعودة الكهرباء استيقظت على وقع فاجعة كبيرة هرعى اهالي خور مكسر بعدا صباحا الى حيث توجد عشرات الجثث لمن وقفوا في طوابير منتظرين الالتحاق بصفوف التجنيد فكان الارهاب في انتظارهم حيث سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح ووفقا لشهود عيان فقد انتسى انتحاريون يحملوا حزاما ناسفا بين طالبي التجنيد الذين قدموا مع ساعات الصباح الاولى من مناطق مختلفة داخل المدينة حريصين على ان يصبحوا جنودا للمستقبل وتضاربت الروايات حول الطريقة التي نفذت بها العملية لكنها مع تباينها تقترب من ذات طريقة التي سلكها منفذوا العمليات السابقة والتي استهدفت ايضا طالبي تجنيد في المكلة مؤخرا وقبلهم في عدن ففي الوقت الذي ما تزال فيه جثث عدد من ضحايا تفجيرات المكلة في ذلاجات المشافي اتت تفجيرات خور مكسر طارحة معها العديد من الاسئلة الكبيرة بحجم المأساة عن امعاني التنظيمات الارهابية في تنفيذ هاجماتها في المناطق المحررة وبتوقيتة متقاربة بحيث لا تدع مجالا للكشف عن تفاصيل جريمة حتى يحل ما هو اكبر منها وفي ذلك حسب محللين رغبة جامحة في خلط الاوراق وفي ايصال رسائل محلية ودولية من شأنها هز الثقة بالسلطة الشرعية وبمن يقف في صفها الى ذلك دانت الحيزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان العمليات الاجرامية الغادرة التي استهدفت مجندين امام معسكر بدر في عدن ووقعت عشرات الشهداء والجرحى وقالت كرمان ان هذه الجرائم الارهابية تؤكد ما ذهبنا اليه وحذرنا من حصوله من ان المتضررين من التغيير مصممون على ادخال المنطقة في اتون فوضى لكي يتسنى لهم العودة مجددا للسلطة اضافت كرمان ان الارهاب الذي ضرب عدن اليوم خلف قدرا كبيرا من الحزن والوجع لكن هذا لن يجعلنا نعلن الهزيمة امامه وامام الذين يراهنون على هزيمتنا وتدمير مستقبلنا ومعنا من عدن رئيس قسمي الطوارئ في مستشفى الجمهورية دكتور جمال عبد الشكور مساء الخير دكتور أهلا وسهلا فيكم متأمور أهلا بك دكتور يعني وجهتم نداء سيغاثة للتبرع بالدم ذلك عقب الهجوم أو استقبال المستشفى لعشرات الجرحى ما الوضع في المستشفى الآن؟ أيوة اليوم الصباح يوم الاثمين من 23 مايو استقبل حوادث مستشفى الجمهورية العشرات من الجرحى والشهدات فحصيلة الشهدات مع الساعة ستاني عشر الظهران وصل إلى 36 شهيد في وقت واحد أما الجرحى بعد ذلك حوالي 56 إلى 60 جريح بين إصابات خطيرة وخفيفة ومن الجرحى هذن تم إجراء عملات جراحية كبرى ولا زالت لحد الآن مستشفى الجمهورية تجري عملات جراحية وهناك ست غرف عملات جراحية شغالة من الصباح حتى الآن من دين الجرحى كان طفل لكن الطفل هذا ليس من الإصابات كانت فرعية من مكان ثاني لكن بينهم كانت إمرأة واحدة مرة واصيبت بعينها نعم إذن المصابين ليسوا فقط عسكريين هناك مدنيون أيضا؟ لا المعظمهم عسكريين مع ذا بس واحدة مدنية مع ذا نعم طيب بالنسبة لإجمال عدد الإصابات وكذلك للإحتياجات التي يحتاجها المستشفى في هذه الأثناء يعني بسبب عدد الإصابات الكبيرة ما هي أبرز هذه الاحتياجات؟ الاحتياجات كنا نحن بحاجة إلى متبرعين للدم لأنه الدم اللي كان معانا في البنك استنزف لأن معظم الحالات اللي أجد كانت بحاجة إلى نقل دم لهم لأنه كان معظمهم ينزفون نزيف شديد جدا نعم أما بالنسبة لإحتياجات المستشفى فمعظم الإصابات الطبية كانت موجودة ما لاقينا أي نقص فيها والحمد لله أن الكادر الطبي والكادر التمريضي كانت واجهة في الصباح وكلهم تنبهوا إلى قسم الحواجد والطوارئ لإنقاذ القرحة نعم طيب هل حدثنا دكتور أكثر حول نوعية هذه الإصابات التي استقبلتموها كيف كانت؟ أي معظم الإصابات هي كانت في الأطراف يعني تبع حالات العظام ومعظمهم كانت الإصابات في الصدر والبطن الإصابات التي كانت في البطن فأحتاجت إلى عمليات جراحية لفتح البطن وإخراج الشظايا منها نعم الدكتور جمال عبد الشكور رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الجمهورية كنت معنا عبر الهاتف من عدن شكرا جزيلا لك إلى حضرموت حيث قال قائد المنطقة العسكرية الثاني واللواء فرج البحسني أن أبناء قبائل المحافظة لعبوا دورا بارزا في تحرير مدينة المكلة وبقية مدن الساحل من سيطرة تنظيم القاعدة أضاف البحسني أن رجال القبائل أغلقوا الطرق والمنافذ أثناء المعركة كما شاركوا في تأمين شوارع المدينة والحفاظ على ممتلكات المؤسسات العامة والخاصة القبيلة مفتاح الحل والصراع في اليمن هذا ما أثبتته الكثير من المنعطفات فمثل ما ساندت القبيلة بالأمس الشعب في ثورته لإسقاط نظام صالح وفي الدفاع عنه جراء الحرب الإجرامية التي يشنها والميليشيا ها هي اليوم في حضرموت تنتصر لخيار الشعب وتساند قوات النخبة الحضرمية في تحرير المكلة من سطوة مسلح تنظيم القاعدة ورغم حرص التنظيم على كسب ودها إلا أن القبائل الحضرمية لم تتخذ يوما موقفا وسطيا في لعبة الصراع بل كانت دائما ما ترى موقعها بالقرب من أبنائها لتلعب دورا محوريا في عملية التحرير ليس فقط من خلال إرسال الآلاف من أبنائها لمعسكرات التدريب المقامة على أراضيها بل كذلك في قطع الطرق التي كانت الجماعة المسلحة تستخدمها عندما تحركنا من هضبة على بعد مئتين كيلو متر وحتى وصلنا المكلة كل المعارك التي خذناها خلال هذا المسار ومرورنا بهذه الطرقات وجدنا القبائل مصطفين وجدنا القبائل مسلحين في قراهم في مدنهم على الطرقات وجدنا المجتمع كله يعني هب لنصرة الجيش وساعد في كثير من النقاط المهمة جدا أغلقوها قبل أن يصل إليها الجيش في كثير من المنافذ كان ممكن أن تهرب منها العناصر الأرهابية ولا ينتهي الأمر هنا فالمئات من رجال القبائل باتوا ينتشرون إلى جانب قوات النخبة في شوارع المكلة ومداخلها الرئيسة لتأمينها داخليا وحماية مقاري ومؤسسات الدولة وفرضوا الأمن والاستقرار بناء قبائل الحضرموت سهمنا مع أخواننا النخبة الحضرمية في مساندتهم لحماية جميع المؤسسات العسكرية والحكومية وجميع النقاط الأمنية وحافظنا عن الأمن في محافظة حضرموت وإذا كانت الحكومة الشرعية قد اعترفت بالدور المحوري الذي لعبته القبائل الحضرمية وبدأت في دمج أفرادها في صفوف الجيش الوطني يأمل الكثيرون أن تشمل تلك الخطوة كافة أفراد المقاومة الشعبية الذين أسهموا في عملية التحرير تثبت غبائل حضرموت أن الحيام القبالية الأصلة تسلو دائما لتكون مساندة ومنتصرة لخيارات أمنا المحافظة محمد اليزيدي لخلاة بلقيس المكلة سياسيا استنفت اليوم جلسات العامة في مشاورات الكويت بين وفد الحكومة وفد ميليش الحوثي وحلفائهم قال المبعوث الأممي في بيان المقتضب إن جلسة مشتركة جمعة الوفدين المشاركين في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت ويأتي انعقاد الجلسات العامة بعد توقف دام لستة أيام باستثناء جلسات منفصلة أقدها المبعوث الأممي مع الوفود المشاركة في المشاورات وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة دكتور أحمد عبيد بن دغر إن الحوثين وصالح لم يقدم التزاما واضحا بمرجعيات الحوار الوطني في مشاورات الكويت أضاف بن دغر في مقابلة خاصة على قناة بلقيس ستبث غدا في الثامنة مساء إن الحكومة تريد السلام لكن في نهاية المطاف لديها إرادة في دحر الانقلاب نحن نريد السلام وليست الحرب هدفا ولا رغبة لدينا وليس هناك شعب حقيقي يريد أن يعيش في حالة حرب والنزاع مستمرة لكن في نهاية المطاف لدينا إرادة وطنية لمحاربة الانقلابين ولدينا إرادة إقليمية ولدينا إرادة دولية وسوف نستخدم كل هذه الإرادات لجحر الانقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعارة الدولة والحفاظ على بلد موحد وآمن إن شاء الله وبخصوص الوضع الاقتصادي حمل رئيس الحكومة ميليشيا الحوثي وصالح مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والعملة بعد سحبهم للاحتياطي النقدي للبنك المركزي قال بشان مشكلة الانقطاعات الكهربائية إن الحكومة تلقت تعهدات من دولتي قطر والإمارات بمعالجة هذه الإشكالية وقيل في بداية الأزمة في بداية المعركة بداية الحرب أن الحوثيين سوف يحافظون على حيالية البنك المركزي وأن الهدنة التي سموها هدنة اقتصادية سوف تنجح في الحفاظ على اليمن قبل أن ينهار اقتصاديا لم يتضح لم يثبت الحوثيين حسن النية وتصرفوا بثلاثة إلى أربعة مليار دولار هي الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي في البنك المركزي فانهار الريال وهو يعاني صعوبات كبيرة فوق هذا هم لم يعودوا قادرين على دفع مرتبات الناس في المناطق التي تحت السيطرة تحت سيطرة الشرعية الألاف من المدنيين لا يستنون مرتباتهم الألاف من العسكرين لا يستنون مرتباتهم كل من اختلف معهم وفوق هذا هم وأوقفوا الموازنات التشغيلية للخدمات العامة الكهرباء والمياه والمجاري في تعز ارتفى عدد ضحايا الانهيارات الصخرية في مديرية الشمايتين إلى 25 حالة حالة وفاة معظمهم نساء وأطفال أقلت مصادر محلية لقناة بلقيس إن أبناء قرية اللصبة في المديرية تمكنوا من انتشال 15 جثة حتى اللحظة فيما لا تزال نحو 10 جثة تحت الأنقاض وللتعليق ينضم إلينا من تعز الأستاذ عبدالله مرشد أحد المشاركين في عمليات الإنقاض مساء الخير أستاذ عبدالله حياة الله مساء الخيرات أخير ترين أهلا بكم حدثنا أستاذ عبدالله ما الذي حدث بالضبط وتسبب بهذه الانهيارات الصخرية وكذلك عن عمليات الإنقاض التي تمت هناك الذي حدث يا أقل كريم أنه أستوى أنطار غزية يوم عام سلو عام سلو عشرين خمسة عام سلو عشرين لأول مرة تستوي أنطار بهذا الشكل لم تستوي مثل هذه الأمطار لا بزمن آبائنا ولا أدادنا مما أدت هذه الأمطار إلى نزول يعني في مقارئ السيل المئة كثيرة جدا وانهيار صخور كبيرة بشكل كبير جدا على بعض المنازل الموجودة في قبيلة القدال مما أدى إلى يعني الطمس معالم هذه المنطقة بأكملها بمن فيها وقد تم انتشار إلى هذه اللحظة أهل 13 جد يعني معظمهم من النساء والأطفال وكلهم يعني خرقوا موتة ولازل إلى هذه اللحظة إلى هذا الآن في هناك جتتين وما زال الآن البحث جاري عن هذه الجتتين هل من المتوقع أن يكون هناك يعني بقية من الإصابات بتحت الأنقاض لا أتوقع أن يكون هناك يعني أحيانا تحت الأنقاض لأنه كل الذي خرجت الآن فهم خرقوا موتة إلى هذه اللحظة طيب كيف كانت استجابة السلطات المحلية نحو هذه الحادثة هل كان هناك مسؤولون من السلطة المحلية يعني بادروا في عملية الإنقاذ إلى هذه اللحظة طبعا لم يكن هناك المنطقة التي توافتها الكارثة هي منطقة يعني لا يمكن الوصول إليها بسهولة فهي منطقة لا يمكن الوصول إليها نتيجة لعدم وجود حتى السيارة لا تصل إلى هذه المنطقة وإذا هناك طريق سيارة تصل إلى المنطقة نفسها فهي منطقة نائية ولا يمكن الوصول إليها فكل اللي بادر في الإنقاذ هم من أهالي المناطق المجاورة التي استقابوا للإنقاذ إلى هذه اللحظات إذن الأستاذ عبد الله مرشد أحد المشاركين في عمليات الإنقاذ كنت معنا عبر الهاتف من تعس شكرا جزيلا لك على صعيد الميداني سقط جرحا من المدنيين جراء القصف العشوي المتواصل من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع على أحياء وقرى سكنية في تعز وفي السياق ذاته صد الجيش الوطني والمقاومة هجمات للميليشيا في محيط تبة الدفاع الجوي وشارع الثلاثين ومحيط لواء خمسة وثلاثين مدرع في المطار القديم عقبتها مواجهات عنيفة بين الجانبين كما تعرضت مواقع الجيش والمقاومة في مناطق الببار والربيع والجهة الشرقية والشمالية من مدينة تعز تعرضت لقصف عنيف من قبل الميليشيا إلى ذلك جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها المدفعية العنيفة على مناطق الخبل وقرى في مديرية المضاربة بمحافظة لحج تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي عبر طرق متعرجة وخفية ومنذ شهور يوصل هؤلاء الشباب إمداد مقاتلي المقاومة في مديريتي الوازعية والصبيحة بالمياه والوجبات الضرورية قاطعين مئات الأمتار في هذه السهول والأودية الوازعية ومنطقة المضاربة بمديرية الصبيحة ما تزالان تتعرضان للقصف المدفعي اليومي من ميليشيا الحوثي وصالح في الوقت الذي تستبر فيه الاشتباكات في كل من منطقة العقيدة وجبل الصيبارة الذي تتمركز فيه الميليشيا وبين المقاومة والجيش الوطني خصوصا هنا في عقبة المنصورة التي تمثل نقطة فاصلة بين مديرية الوازعية ومديرية المضاربة ويعبر فيها الخط الرئيسي الواصل بين محافظتي لحج وتعز شكلنا مقاومة قوية أولا تأمينا للأسر النازحة التي نزحت من الوازعية إلى مناطق الرويس والألبية وهكرة والخبل وفرلالهم ملاذ آمن عندنا في مناطقنا العديد من قرى المديريتين باتت أهدافا بالنسبة للميليشيا كقرية الرويس وهقرة التابعتان لمديرية المضاربة بينما من الجهة الشمالية منطقة العقيدة والمحيفر التابعتان لمديرية الوازعية وهي ساحة المعركة الآن وخط المواجهة الساخن التي تسببت بسقوط العديد من القتلى خصوصا في صفوف الميليشيا التي تهاجم دون معرفة الخارطة الجغرافية للمنطقة وأيضا أبناء المنطقة الذين تركوها مجبرين هربا من القتال الدائري في مناطقهم وفي تعز أيضا أقيمت فعالية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين للوحدة اليمنية أقيم في المناسبة مهرجان فني وخطابي تحت شعار على طريق يمن ديمقراطي ودولة اتحادية وفي الحفل الذي أحيته كوكبة من نجوم الفن والإبداع في المحافظة دعت إلى توحيد الصفوف والعمل على بناء الدولة وسعي من أجل خلق روح التسامح ونبذي الشعارات التي تدعو إلى شق الصف في الضالع شنت الميليشيا قصفا عنيفا على مواقع الجيش والمقاومة وقرى سكنية شمال المحافظة وقال مراسل خناتي بالقيس إن الميليشيا قصفت مواقع للجيش والمقاومة وقرى سكنية في مديرية موريس من مناطق تمركزها في جبل التهامي لذلك استحدثت الميليشيا متارسة جديدة وعززتها بمسلحين وعتاد عسكري قرب مناطق التماس في منطقة يعيس إلى مأرب حيث أصيب ثلاثة جنود من الجيش في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على مواقع عسكرية في المحافظة وقالت مصادر محلية إن القصف طال مواقع الجيش بمناطق المشجح وهيلان في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار أضافت المصادر أن الميليشيا استهدفت أيضا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر معسكرة كوفل ومواقع للجيش خلف جبل التياس والربيع قال رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن اليمن تعيش كارثة إنسانية مروعة جراء قيام الانقلابيين بممارسات وسياسات كارثية واتهم بن دغر في كلمة له أثناء افتتاح القمة العالمية للعمل الإنساني في الصنبول اتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع بنهب وتدمير مؤسسات الدولة والسنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو ما عرض الاقتصاد الوطني للانهيار أضاف أن الميليشيا ضيقت الحريات واعتقلت المواطنين وأوقفت الصحف والمطبوعات وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية والدولية ونهبتها ما تسبب بكارثة إنسانية قال وزير الثروة السماكية فاد كفاين أن السفن الإيرانية اعتدت وللمرة الثالثة على المياه اليمنية وإنها تمارس للصيادة غير القانوني في المياه اليمنية منذ عام أوضح كفاين أن سبع سفن إيرانية توغلت في المياه اليمنية ووصلت إلى سواحل إرخبيل سقطرة لتعبث بثروة السماكية للبلاد منتهكة القوانين الدولية أشر الوزير إلى أن التحقيقات جارية مع ربابنة السفن مؤكدا أن القانون سيطبق على هذه السفن وعلى غيرها ممن يستغلون هذا الوضع لنهب ثرواتنا السماكية يواصل عشرة صحفيين الإضراب عن الطعام في سجون ميليشي الحوث والمخلوع في العاصمة صنعاء وقال أهل الصحفيين إن أبنائهم يواصلون الإضراب عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي في سجن هبرة بصنعاء وقالت رسالة مسربة لعدد من الصحفين المختطفين إنهم لن يتوقفوا عن الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهم وأكدين أنهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي ناشدت إدارة مستشفى الوضع في محافظة لحج الجهات الرسمية والمنظمات الدولية الالتفات إلى المستشفى الذي يعاني من التدهور المستمر ويضاعف غياب الكادر الطبي والمعدات الصحية والأدوية من مشاكل المستشفى بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر من كان يظن أن مستشفى الوضع بمدنية توبلة تابع لمحافظة لحج ولد افتتح في سبعينيات القرن الماضي كهدية من دولة الكويت سيأل حاله إلى هذا الحد بعدما كاد يقدم في بداية متصف عمله خدمة صحية كبيرة ومهمة أهمها إجراء عمليات جراحية بمجال العيون والباطني تضرر المستشفى ضررا بالغا أثناء الحرب الظالمة وكذلك من سرقة ونهب بعض الأجهزة والمعدات الطبية ما زال المستشفى يقدم خدمة صحية لسكان المنطقة ولكنه أصبح يعاني في السنوات الأخيرة من قلة الدعم والتي أدت إلى سرقة أغلب أجهزتها وما تبقى منها بعضه لا يعطي التشخيص الصحيح بسبب قدمها إلى جانب تضرورها في فترة الحرب تعاني بنقص شديد في المختبر من حيث الأجهزة من حيث المواد المختبرية لذلك الاستيعاب كثير ونقص شديد في المحالية جزء عندنا قديمة وكل جهاز صلاحية محددة يعني مدى محدد يكتسب مستشفى الوات أهميته بأنه يربط خطين عامين رئيسيين هما خط عدن تعز والخط الساحلي والتي دائما ما تكثر فيهم والحوادث في ظل وضع صحي لا يستطيع فيه المستشفى استقبال الحالات الحرجة أو التخفيف من معاناة الناس بما يستدعي نقلهم إلى مستشفى آخر والذي قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة أو الوفاة ظل مستشفى الوهط يكافح من أجل البقاء وتخديم خدمات للمرضى والذي يستقبل أكثر من 150 مريض في اليوم الواحد في ظل عدم توفر أبسط المقومات من المعدات والمستزمات الطبية والعلاجية من أدوية ونقص في الكادر الطبية مما يحتم على المريض الانتظار لساعات طوال حتى يتم العناية به المستشفى يحتاج للتأهيل أولا في بنيته التحتية نهيك عن انقطاع التيار الكهربائي والذي يؤدي إلى توقف العمل لساعات طويلة لتطلق إدارة المستشفى مناشدة للمنظمات الدولية لدعمه إذ لا تستطيع الجهات الحكومية دعمه في الوقت الحالي لما تمر به من أزمة حرب متزال قائمة ترشعتل لقناة بلقيس من مستشفى الوهط التخصص بمديرية توبان محافظة لاحق بهذا وصلنا إلى ختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ارتفاع ضحايا تفجيرين الانتحاريين في عدن إلى 41 قتيلا وأكثر من 60 جريحا السناف الجلسات العامة في المشاورات ورئيس الحكومة يقول إن الميليشيا لم تقدم التزاما واضحا بالمرجعيات وزير الثروة السماكية يقول إن سبع سفن إيرانية تتوغل في المياه اليمنية منذ عام نهاية النشرة قدمناها لكم من خناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم أيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمد اشتركوا في القناة